بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء بناتي الطلبة الأعزاء أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة الإسراء اليوم بإذن الله سنتناول الفصل الخامس من مصاق الإدارة الدولية والمعنوان ببيئة الأعمال الدولية معكم الدكتورة سمار عطلة في هذا الفصل سوف نتعرف على أهمية العوامل وما هي العوامل التي تؤثر في صناعة القرار في المنظمات وستكون قادرين بإذن الله بعد الشرح على مناقشة هذه العوامل التي تؤثر في صناعة القرار أيضا سنتعرف على أهم مكونات بيئة الأعمال الدولية ومدى تأثيرها على الأعمال الدولية والتجارة الدولية والاستثمارات والصادرات والواردات ومن ناحية البيئة السياسية ومدى تأثيرها أيضا البيئة الاقتصادية والبيئة القانونية وكذلك البيئة الثقافية والاجتماعية والبيئة التقنية ومدى تأثيرهم على الأعمال الدولية ففي هذا الفصل إن شاء الله سنتعرف على البيئات المختلفة عن البيئة المحلية أي البيئة لا الدولة الأم التي تكون فيها المنظمة أو المؤسسة وكذلك البيئات المختلفة التي تحيط فيها من دول العالم والتي ممكن أن تكون مختلفة تماما عن هذه البيئة لذلك البيئة نعرف أنها تتسم بقدر كبير من التعقيد من الاختلاف من التنوع لما تحتويه من عناصر معينة والبيئة كنظام معين تؤثر وتتأثر في المنظمات والشركات داخلها فلو ذكرنا بالنسبة للنظام السياسي بوظائفه بأشكال مختلفة يؤثر بشكل كبير على طبيعة الأعمال التي يمكن تنفيذها في بلد معين خارج اللي هو البلد الأم أو خارج البيئة المحلية من حيث طبيعة الحوكمة، القوانين، اللوائح، الهياكل، التنظيمية أيضا حقوق العاملين واتخاذ القرارات ومدى الاستقرار كذلك البيئة الثقافية والاجتماعية تؤثر في أنماط العمل والعادات الاستهلاكية للدول والمنظمات التي تعمل داخلها فالمدير التنفيذي أو المدير الدولي اللي بيعمل فيه بيئة مختلفة عن البيئة المحلية سوف يتعرض للبيئات مختلفة عن البيئة المحلية من حيث البيئة السياسية أو النظام السياسي أو الأطر السياسية وكذلك اللي هو ثقافة البلد والمجتمعات المختلفة اللي حيتعامل معها ففي هذا الفصل بإذن الله سوف نتعرف على هذه البيئات ومدى الاختلاف بينها وتنوعها ومدى تأثيرها على الأعمال التي يمكن أن تمارس أو تنشأ داخل هذه الدول ولكن قبل ذلك وقبل ما نتعرف على تأثيرها على الإدارة على المستوى الدولي سنتعرف على أهم العوامل التي تؤثر في صناعة القرار في المنظمات طبعا العوامل هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية بالنسبة للعوامل الداخلية التي تلعب دور مهم جدا في صناعة القرار والتي تكون داخل طبعا المنظمة أو الشركة أو المؤسسة هذه منها النمط النفسي للمدير التنفيذي المدير التنفيذي إذا كان هو بيلعب دور كبير في اتخاذ القرار من حيث قدرته على التغيير من حيث سلوكيات المدير التنفيذي من حيث قدرته على العمل فيعطي قرار بيكون له دور في صناعة القرار أيضا الاستراتيجية للمنظمة التي تعطي ملامح خاصة لها دور وكذلك الموارد المالية والبشرية الموجودة داخل المنظمة طالما نحن نحكي داخل المنظمة إذن هي عوامل داخلية لها تأثير في صناعة القرار أو اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للمنظمات وإحنا تعرفنا على العوامل التي تؤثر حتى يمكن معرفتنا له اللي هو الأعمال اللي ستكون في دول مختلفة أو أعمال تكون في إنشاء مثلا مصنع أو تجارة أو تبادل تجاري ما بين دول مختلفة وكذلك من العوامل الداخلية بالإضافة إلى السورس والستراتيجيك والمانيجر هي تاريخ المنظمة أو نشأة المنظمة وما لها من خبرة وباع طويل أو عمر طويل في الوجود فبالتالي لها دور في اتخاذ أو صناعة القرار السياسات البوليسيس العنظمة والثقافة المنظمة والثقافة الوطنية داخل الدولة اللي هي داخل الوطنية للمنظمات لها دور في اتخاذ القرار نأتي الآن للتعرف على العوامل الخارجية بالإضافة للعوامل الداخلية التي تلعب دورا مهما أو التي تؤثر في اتخاذ أو صناعة القرار للمنظمات من العوامل الخارجية قرارات المنافسين والموردين والزبائن لأنه بناء على المنافسين والموردين حيث مثلا التوريد موارد أو الطلبيات أو مواد خامة أو مواد مصنعة أو مواد نصف مصنعة وكذلك أيضا رغبة الزبائن في الخدمات أو البضائع أو السلع المقدمة لهم من خلال المنظمة فبالتالي لها دور كبير بناء عليها تتخذ المنظمة القرارات المناسبة طبعا أسواق العمل والقطاعات المختلفة التي ممكن أن يتم تسويق المنتجات أو البضائع من خلالها التكنولوجيا العوامل الخاصة بالبنية التحتية طبعا المواصلات والطاقة وغيرها الاقتصاد القومي والإقليمي الأسواق المالية بتلعب دور كبير في اتخاذ القرار السياسة المحلية القومية الإقليمية الدولية والاتحادات والقوانين والأنظمة والنقابات الاتحادات الأنظمة الأخلاقية والدينية عوامل لها علاقة بالحفاظ على البيئة للمعايير الصناعية طبعا العوامل لها علاقة بالحفاظ على البيئة لما يكون فيه عندي مثلا محطات إرسال أو تقوية لشركات الجوالات أو الاتصالات أو الهواتف اللاسلكية هذه أو مثلا التحافظ على البيئة أو التلوث أو البترول أو مخلفات وهكذا إذن العوامل الخارجية والعوامل الداخلية التي يمكن أن تؤثر في صناعة القرار في المنظمات اللي هي الدولية أو المنظمات المحلية وبالتالي استرجعنا مع بعض هذه الأوامل لننتقل الآن بإذن الله للتعرف على أهم مكونات بيئة الأعمال الدولية اللي من خلالها هنعرف مدى تأثيرها وأهم هذه البيئات ومدى تأثيرها على الأعمال الدولية وجدنا أن العديد من الأمور اللي لازم تكون على المنظمات أن تخذها بعين الاعتبار اللي هي بسموها بيئات أو حاضنات الأعمال أو المنظمات التي في بلدان مختلفة التي تحتضن الأعمال من دول أخرى وتؤثر فيها بشكل كبير على المستوى الدولي ومنها طبعا كما ذكرنا البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والاجتماعية والتقنية في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتعرف على البيئة السياسية والبيئة الاقتصادية وستنا توقف عند ذكرنا للبيئة القانونية في البيئة السياسية طبعا إحنا بنعرف إنه نظام السياسي لأي دولة له تأثير كبير على كيفية إدارة الأعمال داخل الدولة وخارجها أيضا التفاعل مع القوى الداخلية والخارجية أو العوامل الداخلية أو الخارجية فالنظام السياسي يؤثر ويتأثر بتلك العوامل الموجودة في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وهذا ما جعلنا نطرق إلى العوامل اللي بتأثر في البيئة الداخلية والخارجية ونتعرف على كيفية اللي هو النظام السياسي طالما إحنا بنحكي في السياسة إذن لابد إنه نظام الدولة أو النظام السياسي لأي دولة يؤثر ويتأثر بالعوامل الموجودة في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية البيئة السياسية الدولية تلعب دور كبير في الأعمال اللي هو العالمية أو الأعمال الدولية والسبب بأن المدير العالمي الجيد يجب أن يسعى إلى أن يبقى على إطلاع دائم على الأوضاع السياسية العالمية وأن يحاول أيضا توقع التغيرات في البيئة السياسية العالمية مما يساعد طبعا على إعداد خطط لمواجهة أي تغيرات أو أي أزمات يتعرض لها في البلد فلابد أن يكون على إطلاع دائم بكل ما يحدث من أوضاع سياسية وكما نرى في دول العالم أن هناك بعض الاختلافات تكون هناك ثورات داخلية في البلد تؤثر على الأنظمة هناك مجموعات تكون في عدم الاستقرار في الدولة وفي اختلاف في البيئة السياسية طبعا لكل دولة وكما رأينا في الربيع العربي وكما رأينا الحروب بدول معينة فنجد كمثال معين أن تختلف البيئة السياسية في مصر عنها في كوريا الشمالية، عنها في أوروبا، عنها في اليابان فكل دولة لها بيئة سياسية وأنظمة سياسية تختلف عن الدولة الأخرى نأتي الآن للتعرف على الهدف من أنظمة السياسية أو لوجود الأنظمة السياسية طبعا الأنظمة السياسية وضعت من أجل تحقيق الدمج ما بين أجزاء المجتمع وجعله واحدة واحدة متكاملة النظام السياسي للدولة كما ذكرنا يؤثر ويتأثر بالعوامل الأخرى الموجودة في البيئة الداخلية والخارجية مثال على ذلك النظام الموجود في هونغ كونغ تأثر بعدة أنظمة سياسية أخرى منها أولا كان النظام السياسي للصين كان رجع كامل من خلال سيطرة الصين على الهونغ كونغ عام 1997 وأصبح الصين أصبحت هي المسيطرة لكن قبل ذلك كان النظام السياسي لبريطانيا كانت الحكومة البريطانية تقوم بتعيين الحاكم العام لهونغ كونغ وأيضا كان النظام السياسي يخضع لأمريكا بسبب العلاقات والمعاملات التجارية القائمة ما بين هونغ كونغ والولايات المتحدة إذن النظام السياسي لهونغ كونغ تأثر بثلاث أنظمة سياسية الصين وبريطانيا وأمريكا فنجد أنه يؤثر ويتأثر بالعوامل الموجودة حسب البيئة الموجودة فيه أشكال النظم السياسية طبعا الأطر الفكرية السياسية عديدة ومتنوعة صعب جدا تحديد درجة أو معدل مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار أو من خلال معرفة نوع النظام المتبع في الدولة فيمكن معرفة درجة أو معدل مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات السياسية وممارسة حقوق المدنية لأن الكثير من الدول لا تعطي الحق للمجتمعات في إبداء رأيها في مشاركة أيضا أو مشاركة الشعب في اتخاذ أي قرار سياسي هناك تتحفظ هناك في مركزية أو هناك الأخرى لديها نظام لمركزي ويمكن أن يكون واضح تعطي الحرية للشعب وأخرى لهو تمنع أو يكون في تعقيد أو في عملية المشاركة الشعب في اتخاذ القرارات لكن للتبسيط طبعا هناك نوعين من الأنظمة السياسية اللي هو في أنظمة ديمقراطية وفي أنظمة ديكتاتورية يعني بمعنى أنه النظام المتبع في الدولة ديمقراطي يعطي الحرية للشعب أنه يعطي رأيه ولكن هناك أيضا على العكس نظام ديكتاتوري نظام متحكم نظام له الباع الكبير في الحكم بالقوة على شعبه وعدم اللي هو مشاركته في اتخاذ القرارات سنشرح هذين النظامين طبعا بالتفصيل ونتعرف على النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري حتى يكون لدينا معرفة بما لديهم من تأثير على الأعمال والتجارة في نفس الدولة يعني بما معناه فنجد النظام الديمقراطي بيعود لليونانيين القدماء اللي كانوا بيعتقدوا بضرورة مشاركة الشعب في اتخاذ القرار وطبقا طبعا لهذه الفكرة فلابد أن يكون النظام مبادئ أو أسسه أن المواطنين داخل الدولة متساوون أمام القانون في الحقوق السياسية والقانونية هذا نظام ديمقراطي يعتمد على الحرية في التعبير عن الرأي بيكون المواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق السياسية والقانونية أيضا بيقوموا بالمشاركة الجادة والفعالة في العملية السياسية ولهم دور بيتمتعوا بحرية التملك والإدارة والتصرف بيختاروا فرص العمل اللي بتناسبهم اللي هم رأيهم معين في اختيار أو الحرية في اختيار العمل الخاص واللي بيناسب قدراتهم وأهلاتهم فمعظم المجتمعات الديمقراطية الحديثة تجد صور مختلفة ومتعددة من النظام الديمقراطي اللي من خلاله بتحقق الدمقراطية وبتطبقها النظام الديمقراطي نظام رائع بيكون لشعبه الحرية في التعبير عن رأيه والمشاركة والتملك والإرادة والتصرف واختيار فرص العمل ومثال على ذلك أنه المواطنون يقوموا بإجراء الانتخابات من أجل إبداء أراءهم بشأن الموضوعات المطروحة من قبل الدولة هذا كل ما يتعلق بالنظام الديمقراطي اللي من خلاله تحقق العدل والمساواة ما بين المواطنين أو ما بين الشعب ككل أو أكثر شيء ممكن إحنا نركز عليه أنه في هذا النظام الديمقراطي أنه ضرورة مشاركة الشعب في اتخاذ القرار على عكس طبعاً اللي هو النظام الديكتاتوري ولكن نتعرف أيضاً في هذا النظام على أهم مبادئ النظام نحن بالنسبة للمواطنين يكونوا متساويون ويشاركوا بالرأي والمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي المعاصر أيضاً حرية الرأي والتعبير لديهم الحرية عن أراءهم في النظام في السياسة في التجارة في الاقتصاد في كل شيء للتعبير وخصوصاً في وضع قمان في الصحافة الانتخاب الذي يتم فيه التصويت من أجل اختيار مناسب هذا مبدأ أساسي من مبادئ الدمقراطية وضع قوانين محددة للانتخابات استقلالية وعدالة النظام القضائي وحماية حقوق وتوفير درجة عالية من الأمان للمواطنين أيضاً من مبادئ اتخاذ القرارات بالتصويت لصالح الأغلبية وهذا مهم جداً فمن أهم المبادئ أنه تعتمد اعتماد كامل على الحرية الرأي فيه والتعبير والانتخاب والوضع القوانين والاستقلالية والعدالة أيضاً حماية وحقوق وتوفير الأمان واتخاذ القرارات والمفتاح الأساسي للديمقراطية كما ذكرنا الحرية الحرية في تعبير حرية في الانتخاب حرية في وضع القوانين واللي هو حماية الحقوق المساواة والعدل في جميع الحقوق السياسية والمدنية والإسلام بركز على جوهر هذه الأمور أكثر من الأسماء بمعنى أنه دايماً بيكون تطبيق عملي وفعلي لوجود العدل والمساواة والحرية لأنه مبني إسلامنا على هذه المبادئ الأساسية نأتي للتعرف على أهم مؤشرات الديمقراطية من خلال المؤشرات الرئيسية للحقوق السياسية والمؤشرات الرئيسية للحقوق المدنية في كل دولة في مجموعة من المؤشرات اللي بتساعد على قياس معدل الديمقراطية من خلال المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وقلنا أن هناك مؤشرات رئيسية للحقوق السياسية من هذه المؤشرات درجة العدالة للانتخابات مدى قدرة الناخبين على انتخاب من يمثلهم بكامل طبعا إرادات الإرادة بكامل الإرادة ممكن أنهم ينتخبوا بمدى قدرة الأفراد على تنظيم الأحساب السياسية مدى قدرة الأفراد على تنظيم أحساب المعارضة ومدى قدرتهم أيضا على تأسيس صحف خاصة بهم هذه مؤشرات تدل على وجود الديمقراطية في البلد وأيضا من المؤشرات الرئيسية للحقوق المدنية حرية الصحافة وجودها لمسوابة بين المواطنين أمام القانون وتحديد نطاق الحرية الاجتماعية إذا كانت الدولة التي تتمتع بالنظام أو بتطبيق النظام الديمقراطي من خلال المؤشرات نحكم على هذه الدولة وإعطاءها الحرية لمواطنينها وشعبها في التعبير عن أراءهم في الانتخاب وفي اتخاذ القرارات هذه مجمل النظام الديمقراطي نظام الديمقراطي تعرفنا على مؤشرات الديمقراطية على مبادئ النظام الأساسية على النظام الديمقراطي نفسه وما لديه من مؤشرات وصور مختلفة ومتعددة اللي من خلالها يتم تحقيق الديمقراطية وتطبيقها والمواطنون بكون لديهم الحق في إجراء الانتخابات وإبداء أراءهم الآن ننتقل إلى التعرف على النظام التالي وهو النظام الديكتاتوري النظام الديكتاتوري هو النظام اللي بيكون فيه الحكم للفرد أو لحزب واحد أو لجماعات فردية ويتم اتخاذ القرار بطريقة فردية دون مشاركة فعالة للشعب على عكس النظام الديمقراطي الذي يكون للشعب الحرية المطلقة والمشاركة والعدل والمساواة النظام الدكتاتوري فيه شكلان للحكومة الدكتورية ممكن يكون النظام الثيوقراطي اللي هو النظام الديني أو النظام العلماني اللي هو النظام الدنيوي والنظام الديني اللي بيكون فيه الزعيم الديني هو الحاكم هو الآمر هو صاحب القرار الذي يصدر القرار دون مشاركة لشعبه أما النظام العلماني الدنيوي يكون الزعيم من الجيش أي رجل عسكري في هذا النظام يغلب عليه الطابع العسكري طبعا أكثر من الجانب الديني على عكس النظام الثيوقراطي ومن أهم أشكال النظام العلماني هو النظام طبعا الشيوع اللي كان سائد في تحاد سوفيتي اللي كان بيعتمد على في هذا النظام بيكون الشعب الجانب السياسي والجانب الاقتصادي للدولة وجهان لعملة واحدة وتوفر في كل شيء أثر النظام السياسي على القرارات الإدارية كل نظام سياسي طبعا بيكافح من أجل تحقيق التوازن أو العدل ما بين القرارات المركزية والتي يتم اتخاذها عن طريق الأفراد وبين القرارات والقواعد المركزية والتي يتم اتخاذها بواسطة الحكومة يعني لابد يكون في توازن ما بين القرارات اللي من خلال الحكومة ومن خلال الأفراد كذلك الحال بالنسبة للحكومات الدموقراطية تتعرض للانقصام ولكن هذا بيؤدي إلى طبعا خلق صراع عظيم داخل الدولة بناء على ذلك لابد من المدراء والقادة إنهم يتعاملوا بدرجات مختلفة ومتفاوتة مع أشكال تدخل الحكومي في مجال الأعمال في الدول التي يعملون فيها إذا من خلال تعرفنا على النظام السياسي وأنواع الأنظمة السياسية المتبعة في الدول المختلفة فلابد من تقدير هذا الشيء ومعرفتنا به ومن الببادئ والأسس التي تقوم عليها الأنظمة أن يكون للمدراء أو القادة الذين سينشؤوا أعمالهم أو تجاراتهم في البلدان المختلفة حتى يكونوا ملمين بكل الأنظمة ويستطيعوا أن يتعرفوا عليها حتى يكون لأعمالهم النجاح من خلال التعرف على هذه الأنظمة وكيفية التعامل معها ضرورة فهم دور الحكومة مهم جدا أن نفهم دور الحكومة حتى يتم تحقيق درجة من الثبات الاقتصادي اللي من خلاله يجب على المدير أن يتفهم طبعا الوظائف والأعمال والقرارات التي تتخذها الحكومة في الاقتصاد من أجل تحقيق معدل أعلى من الثبات والتوازن الاقتصادي من أمثلة طبعا الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للعمال والوظائف إنها بتحمي حرية الأفراد والمواطنين بتحقق الصالح العام لمواطنيها بتوفر الخدمات العامة مثل وسائل المواصلات والنظم الاتصالات طبعا الخدمات الكاملة للمواطنين والتعامل بفاعلية مع الأوضاع والنظم والظروف الخارجية وكذلك التعامل في السوق على أساس القوة الشرائية والعرض والطلب تتدخل في حالة المحافظة على أبناء الشعب وتوفير كل ما يحميهم ويحقق مصالحهم ويوفر لهم الخدمات المطلوبة حتى يتم درجة الثبات الاقتصادي فبالذلك بتفهموا الوظائف والأعمال والقرارات اللي من خلالها الحكومة بتتخذها طبعا حتى تساعد على الثبات والتوازن الاقتصادي نتطرق الآن للمخاطر السياسية للأعمال الدولية طبعا للأعمال الدولية لابد أنها عندما تنتقل لدولة أخرى أن تكون وتعي اللي هي المخاطر السياسية لتلك الدولة من خلال معرفتنا للعوامل الخارجية والداخلية اللي هي ذات الطبيعة طبعا السياسية طالما نحكي عن بيئة سياسية والليمكن من خلالها أن تشكل المخاطر بالنسبة للأعمال والتجارة والاستثمارات الدولية حنتعرف على المخاطر على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي على الصعيد الدولي عند التجارة أو الأعمال في دول مختلفة وأيضا في دول نفسها وبالبيئة اللي هي المحلية على الصعيد الدولي في مخاطر مختلفة منها طبعا نشوء اللي هو الصراعات مع دول أخرى وهذا ما لمسناه كثير من صراعات ما بين مثلا اليمن السعودية أثيوبيا سودان مصر هناك صراعات تنشأ من دول أخرى بيكون في مخاطر عنده اللي هو الاستثمار في هذه الدولة وجود معاهدات أو التزامات اقتصادية وتجارية وسياسية مع دول أخرى علاقة البلد الأم للشركة طبعا مع البلدان الأخرى هل في هناك اختلافات في تحالف في مشاكل معينة أو في اتفاقيات مختلفة لابد من أخذها بعين الاعتبار كل هذا على الصعيد الدولي وهذه المخاطر اللي بتتعرض إلها الأعمال الدولية أما بالنسبة للعوامل المخاطرة السياسية اللي هي النظام السياسي القوة السياسية للحكومة وقدرة الحكومة على مقاومة الضغوط كل هذه من العوامل اللي هي على الصعيد المحلي القدرة على التغيير جماعات الضغط ونفوزها السياسي والحكومة يعني من العوامل اللي هي نظام السياسي جماعات الضغط ونفوزها السياسي أيضا الحكومة ومجموعات المعارضة هذه أربعة عوامل أساسية بتأثر في اللي هي العمال الدولية على الصعيد المحلي الحكومة من حيث الكفاءة والمرونة والروتين طبعا في إنجاز المعاملات وعدد الموظفين وقدرتهم على استعدادهم لإتخاذ القرارات أيضا قدرتهم على تطبيق أو تنفيذ الخطط مجموعة المعارضة اللي هي فلسفيتها وأهدافها وقدرتها على إحداث الإنقلاب وهناك أمثلة متعددة ولكن إحنا في هذا الصدد سنتعرف على أهم عوامل المخاطرة السياسية على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي دون أن نتطرق لشرح الكامل فنأتي الآن للتعرف على صياغة وإنجاز وتحقيق الاستراتيجيات السياسية صياغة استراتيجية سياسية هدو يكون أكثر تعقيد من صياغة استراتيجية تسويقية لأن العناصر الأساسية في الاستراتيجية السياسية تكون مبنية على الأراء العامة والتنبؤ بالأوضاع السياسية بيختلف طبعا عن التنبؤ بالأوضاع التسويقية الخاصة بالأعمال طبعا القرارات التسويقية بيتم اتخاذها عن طريق أراء المتعاملين في السوق وردود فعلهم ومدى قابليتهم للمنتجات أو البضائع أو السلع أما السياسة فتحددها الأوضاع والقوى الخارجية فهنا اختلاف ما بين صياغة استراتيجية تسويقية وصياغة استراتيجية سياسية طبعا لكي يتم صياغة استراتيجية سياسية فعالة يجب على الشركات أن تقوم بإتباع مجموعة من الخطوات واللي من خلالها حنتعرف على وضع الشركة والمشكلة التي تتواجهها التعرف على طبيعة القرار السياسي المطلوب اتخاذه أيضا التعرف على طبيعة العلاقة السياسية بين سياسة الشركة وسياسة الشركات المنافسة مدى ملاءمة القرار المطلوب اتخاذه مع التشريعات والقواعد لابتضاعها الدولة وعلاقتها مع الوكلاء والقضاء والأفراد التي تتعامل معهم الشركة أيضا ووضع الاستراتيجية المقترحة وأقذ الأراء فيها والتعرف على أثر هذه الاستراتيجية وتنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها توجد عدة طرق لإدارة المخاطر السياسية احنا تعرفنا على نوعين من المخاطر السياسية على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكن طرق إدارة المخاطر السياسية من خلال الاستراتيجيات المختلفة على الشركات أن تعمل على وضع استراتيجية فعالة تكون ملمة بما لها من تأثير كبير على نشاط الشركة وعلاقتها مع الشركات الأخرى أيضا الطرق لإدارة المخاطر السياسية من خلال طبعا استراتيجيات متعددة اللي هي استراتيجية بسموها الوقائية أو استراتيجيات الوقاية قبل ما نقوم بالاستثمار والتجارة أو الأعمال في البردان المختلفة لابد من تقليل الحصة الاستثمارية للشركة والتكامل الدولي وتأمين ضد المخاطر السياسية مهمة جدا الحصول على ضمانات من البلد المضيف وهذه تسمى استراتيجيات الوقاية مهمة جدا أنه إحنا نتعرف على هذه الاستراتيجيات أيضا الاستراتيجيات التي تأتي بعد الاستثمار مثل سياسة المواطن الصالح الاستجابة الفورية طبعا لطلبات الحكومة المساهمة في دعم الأهداف الوطنية برامج الرفاهي الاجتماعي ونقل التقنية للدولة يعني هناك استراتيجيتان لا بد من اتباعهما حتى يمكن إدارة المخاطر السياسية من خلال ماذا؟ من خلال الاستراتيجيات استراتيجية الوقائية أو الوقاية والتالية الاستراتيجيات التي تأتي بعد الاستثمار هناك عديد طبعا من النمازج والأساليب لتقييم المخاطر السياسية ممكن تتعرف عليها من خلال الملحقات المذكورة لتعرف على البيئة الاقتصادية لا بد من معرفتنا للبيئة السياسية فتعرفنا على البيئة السياسية وبالنسبة للبيئة الاقتصادية أنها تستمد حيويتها وفعاليتها من كفاءة البيئة السياسية فالدولة التي تكون البيئة السياسية ذات كفاءة عالية وخصوصا تتوفر هذه في البيئات المتقدمة أو الدول المتقدمة ويكون الإطار الحقيقي لممارسة العمليات الانتاجية والبيعية والشرائية والتسوقية كلها بتم من خلال كفاءة أيضا النظم الاقتصادية السائدة في المجتمع من خلال البنوك والمؤسسات المالية القوية وجود جهاز مالي ضخم على مستوى الدولة اللي بيشجع الاستثمار فنجد أن البيئة الاقتصادية تأخذ في الحسبان عند تأسيس أي شركة في دولة ما حيث أن مدير التنفيذ لهذه الشركة يتكيف ويتعامل مع الأطر الاقتصادية الموجودة ومستفيدا من البيئة المالية والاستثمارية وضربية اللي موجودة أيضا في هذه الدولة مع وجود تناغم وتوازن مع متطلبات الشركة الأم يعني أنه لابد من معرفة البيئة الاقتصادية من خلال ما يجد منها من توافر موارد تساعد على وجودها في البلد المضيفة والتوازن مع البلد الأم ومن أهم العوامل الاقتصادية المحلية طبعا النمو الاقتصادي التنوع الاقتصادي حالات السوق معدلات التضخم السياسات النقدية المتبعة السياسات المالية والعجز في الموازنة ومتانة الأسواق المالية والمحلية وكل هذه العوامل سبق أن تعرفتم عليها من خلال المساقات المختلفة ولا بد من التنويه إليها من خلال معرفتنا لهذه العوامل التي من خلالها سنتعرف على البيئة الاقتصادية ومدى تأثيرها على الأعمال الدولية أيضا ميزان المدفوعات عند العجز أو الفائد سالب أو موجب تجارة دولية ومرونة الطلب على الواردات والصادرات ورأس المال الدولي للبلد والعملة طبعا الوطنية مدى قوتها مدى ضعفها استقرارها وجود وضبط أسواق الصرافة ديون فيه ديون قصيرة الأجل أو ديون طويلة الأجل وكيف الخدمة الدين أيضا الموارد المالية للدولة الاحتياطات الدولية والقدرة على الاقتراد والسداد وأيضا نسبة الاستثمار الكلي اللي هو المول من خارج البلد كلها هذه عوامل مهمة جدا تلعب دور كبير في اللي هو الأعمال الدولية طبعا بالنسبة للبيئة الاقتصادية هي البيئة الاقتصادية الصحية للاستثمار الأجنبي اللي بتجذب وبتحافظ وبتنمي وبتشجع الاستثمار الأجنبي فيها بتتميز بالعالمية من حيث قوة الأسعار صرف العملات المرونة القوانين الاستثمارية الموجودة الضريبية والمالية وهي أيضا بيئة تعتمد على الديمقراطية والمرونة وليست الجمود والبيوقراطية المعقدة أو الاتقراطية الطاردة وهناك طبعا عوامل اقتصادية بتأثر على مخاطر البلد منها ما هو محلي وما هو دولي سنتعرف على هذه المخاطر كما تعرفنا على البيئة السياسية المخاطر اللي منها بتأثر على البلد محلي ودولي إذن البيئة الاقتصادية هي بيئة مهمة جدا لها تأثير كبير للاستثمار اللي بتحافظ وتجذب وتنمي الاستثمار الأجنبي بإذن الله سنتوقف هنا لشرح البيئة القانونية في اللقاء التالي طلابي وطالبات الأعزاء إلى اللقاء مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر